نرجع تاني بقى النادي الاسماعيل ندي اسماعيلي أنا بطمن أو أنا بقول لحضرتك اسماعيلي بقاله سنتين ثلاثة مش هو النادي الاسماعيل صحيح جماهير النادي اسماعيلي الصغيرة الجميلة اللي هي بتعشق النادي وتحب النادي زي ما قلنا قبل كده نديكوا ده كبير قوي و الناديكوا ده ليه تاريخ عظيم نديكوا ده فيه أجيال كتير متعت مصر كلها و متعت العرب كلها سموها درويش سموها برازيل المصر و العرب ليه عشان كان النادي اسماعيل احسن كرة جوه مصر وبره مصروف افريقيا وفضالة العربية كله بيتمنى يشوف النادي من اجيال العظيمة اللي عمل التاريخ وعمل البطولات واداء لنادي اسماعيل صح لكن هم حظهم يعيني شوية الجيل اللي طالع انه جهه سنتين ثلاثة لقى النادي في ظروف صعبة اللي بيمر بالنادي اسماعيل يا كابتن كريم يوقع اي نادي يوقع اي نادي لكن الناس ما بيقعش الحمد لله والشكر الله ليه ما بيقعش النادي اسماعيل ازا اي نادي اسماعيل ازا اي نادي اسماعيل 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 اي نا كنا حوالي ست سبع مدربين ومدير فني يعني خالد الاماش كان مدير فني الشرطة كابتر عماد سليمان كان مدير فني طلاع الجيش كابتر احمد العجوز مدير فني نادي اسماعيلي كابتر صفري منياو مدير فني المصري كابتر نهاب جلال مدير فني طرف الناد بنسويف عبو طالب العيسى مدير فني نادي حرس الحدود ست مدربين من ولاد الناس في الدورة الممتاز مديرين فنيين الوقت كنا فيه وقت كتنا وحمزة جمل في عمان كان الكابتر احمد العجوز كان مع الخليج في السعودية انا كنت مع العروبة العماني العروبة العماني وكابتر حمزة كان مع النصر العماني الكابتر محمود جابر كان مع مصلال في قطر ادي ايمية اسم النادي الاسماعيلي طيب انا هقولك بصراحة انا شرح لك بتقوله ده كله وعشان الاسماعيلي العظيم ده اللي اعتقد حتى الشباب المشجاني الشباب في الاسماعيلي فهمين ده كويس اوه عارفين ادي النادي الاسماعيلي العظيم جدا عرف صغير وجبير إن الإسماعيلي نادي عظيم هو ده سبب القلق إنه الإسماعيلي ما هكلمك بصراحة بقى مين معاك بقى أنا هتكلم معاك بصراحة جد الموسم اللي فات وعدت على خير الموسم اللي قابله وعدت على خير الموسم اللي قابله قابله وعدت على خير جمال إسماعيلي من دلوقتي تقول لك وإحنا كمان معاهم يعني كلنا طيب لما تعدش على خير المرات يا ما مش كل مرة تسلم الجرة خسارة ولا خسارة ممكن نلاقي الإسماعيلي لا قدر الله مش موجود معنا في الدولة المصري وتبقى بينك وصين كده كارسة بيزني انه مش يحصل الكلام ده من قلبي ومن روحي ومش كلام مش مجاملة محدش برضه ندرك على ما قلتلك الظروف اللي بيمروا بيها النادي سمينها مفيش نادي في مصر يمر بيها واي نادي مر بيها نزل زي ما حصل قبل كده النادي العريق النادي المحلة النادي العريق النادي الترسنة هل بوضي يطمن ولا هي بوضي يطمن السنة دي احسن من السنة الريفاتي توحسن من السنة الابت الامور تتحسن بصراحة رغم رغم ان احسن ست سبع لعيبة من عندك مشي بير محمدي صح مدبولي فراس سيرجي اقا شامي صح حد تاني برق بس مرسي كان موجود بس ما خدش بيشارك كتير لا ده ده اللي مشي وخلاص من نادي قدي ست سبع لعيبة تفاهمني ورغم ذلك مفيش كيد صح رغم ذلك عندك ازمة مالية كبيرة جدا رغم ذلك مجلس ادارة احنا بنقوله انت دخلت في شيلة شيلة تقيلة جدا وانت مالكش زنب فيها وربين عينك عليها مجلس ادار مانتس نصر مجلس ادارة المحترم كله عشان ما ننساش حد فيه صح النات اسماعيل زي ما بقولك اسمه كنزة عشان كده بيظل كبير طيب وانا بقولك ما بيش خوف عن النات اسماعيل خالص 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 شوف النهار ده انت بتقدي ازاي النهار ده اما ادارة قلت جهاز الفني كابتن هاب جلال و جهاز الفني كله و الطبي والاداري شوف انت النهار ده في الثمن ماتشات في التسعة ماتشات بدأ ادائك عامل ازاي بتعمل اداء احسن من السنة اللي فاتت كتير صحيح لكن عندك سوق توفيق سوق توفيق اربع خمس ماتشات ما تخسرهمش خالص اخيرها المباراة مبارح صحيح صح هدف خطأ واحد صفر شرط التاني انت الاسماعيل لكن بالشرط التاني كله رايح وهتتعادل وممكن لكن عدم التوفيق اضطرد منك لعيب برضو قلت خبرة رغم من ياد العسقلاني انا شافه بقاله ثلاث ماتشوت من افضل اللعيبة في التيم صحيح وافضل مدافع مع نصري مع هاشم مع الباكس الشمال اه الفرقة كلها عظيمة ماشيين كويسين اوي الاداء كانت انها عارف يعمل توليفة كويسة تلعب كورة كويسة بتحصل الجون كويس تفاهمني لكن في فرص كتير بديع انت النهاردة ما تحسب كنت مع كابتو مرين بيقول لي النادي الاسماعيلي ثالث اكتر نادي بعد بيرامد زو سراميكا ضيع فرص على المرمى صح النادي الاسماعيلي ساعي عمر الساعي عمر الساعي اكتر لعيب عمل فرص يأسست اكتر لعيب في الدوري عمل فرص ولد لسه طالع عامل ثلاثة هنا بقى دي نقطة خلينا الروح لنقطة مهمة اخرى يعني وهي فكري وانا قلت الكلام ده هنا حتى على الهوى من كم يوم من رغم الان احنا نتحدث عن ظروف صعبة على مستوى النتائج للاسماعيلي بس مهم جدا ادارة الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي ما يضغطش على الجهاز الفني والجهاز الفني لازم يكمل عشان الاسماعيلي ما يخشش كلام جميعين ما يخشش شمال الدسوء عشان ما نزلش في تكارت طبعا عشان الاسماعيلي ما يخشش في السكة بتاع التغييرات المدربين الكتير قوي بتعمل عبس في الفريق تتفق مع الكلام ده ولا تختلف تفق معه تماما مجس ادارة زي ما بقوله جمهور الاسماعيلي يا كابتن كريمي سينادي واعي وفاهم وعارف ان النادي بيمر بظروف صعبة جدا 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 مجس ادارة احنا بنساندو بنقف جنبه الجهاز الفني قادة كابتن هاب بنساندو بنقف جنبه احنا شايفين كرة جميلة والتشار واداء وفرص لكن هو التوفيق معدم التوفيق جمهور الاسماعيلي واعي عشان كده مساندين ودعمين ومنقول انا كمدرب وكلنا وحتى الناس اللي بتتكلم في الكرة ما تلاقي الاداء كويس وما بيش نتيجة انا بقولك اتطمن عتيجي النتيجة النتيجة جاية جاية صح انما ما انا بكسب وانا اداء وحش تكن الوقع اخير صح صح حشان كده بقولك انا مش قلقا عن النادي اسماعيلي